اشتركوا في القناة الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام نحن الله نتكلم عن احلام تبشر بالشفاء من الامراض الانسان لما يكون مريض قد تأتيه رؤية تبشره بالشفاء وده شيء يعني جميل جدا ووارد زي رؤية قتل الثعابين والقطط في المنام زي رؤية اكل العسل لان العسل فيه شفاء زي رؤية اكل الحبة السوداء التي اخبرنا عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ان هذه الحبة تشفي من جميع الامراض الا السام وهو الموت تناول زيت الزيتون لانه بركة يدل على الشفاء كل الكلام ده في الرؤية الاختسال في المنام رؤية تبشره بالشفاء من الامراض ان شاء الله تبارك تعالى رؤية شخص يطاردك يلحقك يركض ورائك يجري وراك بشرط تستطيع الحرب في المنام فان كنت شخصا مريضا فهذه الرؤية تبشرك بالشفاء ان شاء الله تبارك تعالى رؤية شرب ماء زمزم في المنام هذه الرؤية تبشرك بالشفاء من الامراض ان شاء الله تبارك تعالى من الرؤية الغريبة التي لا يفهمها كثير من الناس رؤية القيء اعزكم الله في المنام فهذه الرؤية تدل على الشفاء من الامراض ايضا رؤية قتل الحشرات الخبيثة فاتني وانا بقول قتل الثعابين والقطة والكلاب ان انا اقول اي حشرات خبيثة تقتل في المنام وانت شخص مريض فهذه الرؤية تبشرك بالشفاء فاتني برضو كمان ان انا اقول قراءة القرآن الكريم في المنام للشخص المريض قولا واحدا باذن الله تبارك وتعالى تبشر بالشفاء ايضا رؤية خروج الدم طبعا ليس كما يعتقد كثير من النساء وطبعا انا بعاني من الامر ده ويبدو ان هو ملوش علاج لان النساء بيتورسو اجيال وراء اجيال رؤية الدم في المنام تبقى الرؤية فاسدة كلام ده ملوش علاقة اصلا باي شيء للأسف الشديد فمفيش حاجة اسماء زي برضو رؤية الزغريد في المنام هتسمع خبر مش كويس وللأسف الشديد سمعت بعض المفسرات اللي بيازعونوا ان هم مفسرات بقولوا الكلام ده وكلام ده خاطئ الناس دي جاهلة بش عارفها حاجة زي برضو اللحمة الحمرة يبقى كده الرؤية مش كويسة كل الكلام ده كلام فارغ دي لساء تورسته اجيال وراء اجيال انت سمعت من امك وامك سمعت من امها وجدتي اللي هيرحمها وجدت جدية اللي هيرحمك بتقول كده مفيش حاجة اسمها الكلام ده اخر رؤية معانا رؤية خروج اشياء غريبة من الجسد يعني ايه يعني مثلا اخرج مفك او مفتاح من زراعي او من بطني او من فمي حاجات غريبة تخرج من الجسد طبعا الشيء ده غير متاح في الحقيقة اصلا طبعا الحاجات دي بتدل على الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى تظلنا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته